يشهد أنه رئيس الجمهورية توجه بكلمة لللبنانيين المقيمين والمغتربين قبل الانتخابات النيابية وطلب منهم أنهم ما يصوتوا لمرشح عرض عليهم يتفعلوا نحق صوتهم تاني خبر بيتعلق بموضوع مفتاح قضاء كسروين الفتوح فطلع عن وزارة الدخلية بيان قال أنه وزير الدخلية وهذا المشنوق طلب من محافظ جبل لبنان أنه يستدعي رئيس اتحاد بلدية كسروين الفتوح جوان حبيش على خلفية تقديمه مفتاح كسروين للمرشح حسين زعيتر وعبره للأمين العام لاحظ بأله حتى يسألوا حبيش عن ظروف تقديم المفتاح وإذا كان صادر قرار عن مجلس الاتحاد بهيدا الخصوص وثالث خبر والأخير عن مقتل شاب بإشكال بصربة وبعد قل من ساعتين على هيدا الحادث أوقفت استخبارات الجيش كل المتورطين بالجريمة وعددهم سبع أشخاص